ممكن يكون حضرتك او حضرتك دلوقتي لما قريته العنوان بتاع الفيديو قلت بس يبقى احنا هنتكلم على التهاب الاعصاب يبقى احنا هنتكلم فقط على مريض السكر ولكن النهاردة انا مش جاي يكلم حضرتك وحضرتك على مريض السكر فقط مشكلة تنمل الاطراف موجودة عند الشريحة كبيرة جدا مننا باعراض مختلفة بسبب التهاب الاعصاب اللي احنا يمكن مش عارفين ايه الاسباب بتاعته فالنهاردة انا جاي يسيرت لحضراتكم امراض ومشاكل صحية ومشاكل تغذية تؤدي الى التهاب في الاعصاب وبالتالي تؤدي الى تنمل وتخضر وبعض الاعراض الغريبة مش بس كده ده انا هضيف لك كمان طرق العلاج السهلة جدا اللي تخليك تعالج المشاكل دي من اساسها فيلا بينا على كابسولة صحة عشان اقول لك على كل الحاجات دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات كابسولة صحة يمكن من اشهر مشاكل اللي بتؤدي الاعتلال الاعصاب واللي دايما الدكاترة بيتكلموا عنها وانا اتكلمت عنها في فيديوهين قبل كده هو فيتامين بي 12 ولكن مش ده السبب الرئيسي والوحيد للتهاب اللي بيحصل في الاعصاب او سبب مشاكل الاعصاب اللي انا نقول وانا اتفق ان الاعصاب زي اي عضو من اعضاء جسمك بتحتاج دم وبتحتاج اكسجيني وصلها عن طريق الدم ده فلو انا اي حاجة اثرت على وصول الدم ده لي الاعصاب يؤدي في الاخر ان هو يعمل فيها اعتلال ويعمل فيها مشاكل زي ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي لو مريض مثلا كلسترول والكلسترول ده متراكم عندك في الاوعات الدموية من الداخل ومؤدي ان هو يقلل من وصول الدم للعصاب فده يؤدي زيه زي السكر يمكن بدرجة مش عالية اوي زي السكر لان السكر بيأثر على الاعصاب بكذا طريقة هنتكلم عليهم كمان شوية ده بيؤدي في الاخر ان هو يخلي العصاب ما يوصلهاش الدم بالشكل الكافي وبالتالي التغذية بتاعت العصاب مش هتوصله بشكل كافي فالنموه بتاع العصب والقوه بتاعته مش هتبقى على الدرجة المطلوب نفس المشكلة لو انت عندك مثلا نقص فيه الماغنيسيوم فبالتالي الكالسيوم مترسب عندك في الاوعية الدموية ارجع للحلقات بتاعت الماغنيسيوم اللي احنا اتكلمنا عنها الكالسيوم حصل حاجة اسمها كالسيفيكيشن او تكلس الاوعية الدموية هو بالزبط شبه التراكم بتاع الكوليسترول في الاوعية الدموية فبرضو هيؤدي ان الدم اللي يوصل للاعصاب هيبقى مش واصل بالشكل المطلوب حضرتك دلوقتي شخص مدخن الدخان بيؤدي لنفس الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في الكوليسترول واتكلمنا عنها في نقص الماغنيسيوم وتراكم الكالسيوم في الاوعية الدموية فاللو انت شخص مدخن بيحصل معاك بقى حاجة كمان اضافية ان انت بيبقى عندك حاجة اسمها الشوارد الحرة والشوارد الحرة دي تقدر تقول كده بالمعنى البلدي السموم اللي بتكون موجودة جوا الجسم اللي بتهاجم كل الخلايا بتاعت الجسم بتاعتك وتؤدي ان هي تفقد الوظيفة بتاعتها من ضمن الخلايا اللي بتهاجمها الخلايا العصبية وبالتالي بتؤدي ان هي بتعمل تلف في الخلايا العصبية على نفس هذا المنوال برضو مريض السكر بيبقى عنده معدل اكسادة او بيقدر بيسموه الضغط التاكسودي عالي في الجسم يعني الشوارد الحرة دي بتكون عالية في الجسم وبالتالي ده بيؤدي برضو التلف في الخلايا العصبية مش بس كده بتعندك كمان السكر بيؤثر على الاوعية الدموية اللي بتوصل دم لي الخلايا العصبية وبالتالي هيحصل نفس المشكلة ان برضو الخلايا العصبية لا تحصل على الغذاء الكافي لنموها وقواتها ومتانتها الحاجة بقى اللي مشهورة عند الناس كتير جدا نقص فيتامين دال حضرتك تعرف ان فيتامين دال لما بيدخل جسمك كفيتامين جسمك بيحول الهرمون ومن ضمن الحاجات اللي هو بيقوم بيها كهرمون ان هو بيدخل في تكوين الخلايا العصبية وطبعا السبب الرئيسي اللي كلنا عارفين وكلمنا عنه فيديوهين قبل كده لو مسمعتهم شرجاس معهم نقص فيتامين بي 12 نقص فيتامين بي 12 مش فقط هيأثر على وظائف الدم عندك ده هيخلي كمان المايلين شيس لو انت فكره الغلاف المايلين اللي بيغلي في العصب اللي هو احنا قلنا زي سلك الكهرباء كده لو حضرتك عندك نقص فيتامين بي 12 فانت عندك سلك كهرباء عريان في جسمك اللي هو ايه اللي هو التهاب وقلم واخز وتنمل طب لو حضرتك دلوقتي عندك ديسك والدسك ده ضاغط على العصب لما بيضغط على العصب فهو ضاغط كمان على المايلين شيس أو على غلاف المايلين فبالتالي بيخلي الإشارات العصبية اللي وصله جوه العصب مبتوصلش بشكل كويس وده اللي احنا بنسميه اللي هو ضغط الدسك على العصب برضو بيعمل لك تنمل ايا كان بقى المكان ده فين لو في الرقبة هيعمل لك تنمل في دراعاتك لو هو مثلا فيه الدسك اللي هو القطنية هيعمل لك تنمل فيه رجليك لقدر الله كمان الضغط المفرط على العصب في نقطة معينة يعني مثلا اشهر مثال عندنا الستات اللي بتلبس الكعب العالي حضرتك لما بتلبس الكعب العالي انت عامل ضغط على العصب في مكان معين مع التكرار ومع المشي باستمرار ان انت لابسة كعب عالي وخصوصا لو كان الكعب ده اللي هو الكعب الايه الرفيع ده حضرتك ده بيعمل ضغط على نقطة معينة على العصب والعصب ده اصلا لين جدا مع الضغط ده يبدأ يحصل مشكلة في غلاف المايلين بتاع العصب اللي بيحمل عصب نفسه ويبدأ يعمل لك تلف في العصب وللأسف العصاب مش من الحاجات اللي بتتجدد زي خلايا مثلا الكبد او اي خلايا في الجسم لأ ده العصب لما بيحصل فيه تلف قد يستمر للاقدر الله ويبقى تلف دائم بقنا لما اجا تكلم مع حضرتك دلوقتي في علاج التهاب الاعصاب او تنمو للاطراف هنتكلم في ايه؟ اول حاجة هنعملها ان احنا نستبعد الحاجات اللي في قدينا حضرتك لو بتلبسي كعب عالي لا والله يلبسي قدش مريح او حزاء مريح مايبقاش في ضغط بشكل مستمر حضرتك او حضرتك لو بتقعد مثلا على مكتب او عندك ديسك في ظهرك لقدر الله هتبدأ ان انت تعمل تمارين استطالة وتعمل علاج طبيعي وتساعد ان انت تزيل الضغط اللي عليه بس خلونا بقى نتكلم فيه ازاي ان احنا نقدر نعالج الالتهاب ده بحاجات طبيعية او فيتامينات او مكملات او حتى عن طريق الاكل نفسه يمكن اول حاجة وتكلمنا فيها كتير قبل كده اللي هو فيتامين بي 12 لو حضرتك او حضرتك مريض سكر او عندك مشكلة نقص فيتامين بي 12 هتروح تاخده وتكلمنا كتير عن انواع فيتامين بي 12 وقلنا ايه افضل نوع تقدر تستخدمه تقدر ترجع للحلقة عشان ما نطولش وقت الحلقة وتسمع الحلقات اللي فاتت عن فيتامين بي 12 عندنا كمان نوعين من فيتامين باق ودايما هتلاقيهم بيجوا معا فيتامين بي 12 اللي هي باق واحد وباق 6 الاتنين دول بيمنعوا التلف اللي ممكن يحصل فيه العصب يعني نقدر نقول بيحمل عصب وبيساعدوا كمان على تجديد و ونقدر نقول نقل الاشارات العصبية اللي موجودة جوه العصب وطبعا اكيد لو عندنا نقص فيتامين دال لازم نعالج نقص فيتامين دال اولا بتعرض للشمس بشكل يومي لو مش عارفين يبقى احنا هناخد الجرعات بتاعة فيتامين دال على حسب ما يوصي الطبيب ويعني نقدر نقول لو انت عندك نقص فيتامين دال تقدر تاخد جرعة 5000 وحدة يوميا دا لو نقص جديد والطبيب ممكن يديك جرعات اعلى من كده اللي هي خمسين الف مثلا مرة في الاسبوع دا يرجع لنتيجة التحليل اللي هتطلع عندك كمان مهم جدا ان احنا ناخد المغنيسيوم عشان نمنع تراكم الكالسيوم جوه الاوعية الدموية علشان نحافظ للعصب بشكل دايما ان هو يوصله الدم بشكل كويس والتغذية بتاعته بشكل جيد القوميجسري مهمة جدا 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 في علاج التهابات الاعصاب القوميجسري اصلا من ضمن الفوائد المميزات بتاعتها انها مضادة للالتهاب مش هتفيدك في كده بس ده هي بتساعدك ان هي تتحكم في مستوى الدهون الثلاثية في الدم فدا حاجة جيدة جدا بالنسبة لك لو انت مريض كوليسترول او حتى خايف ان يحصل عندك كوليسترول نيجي بقى للهدية بتاعت الحلقة اللي هو الالفا لايبوك اسد يمكن احنا بنشوفه كتير على بعض الفيتامينات زي مثلا السيوتسيد والالامكس والصيوذاك ولكن يمكن كلنا ما نعرفش احنا بنغده ليه الالفا لايبوك اسد هو مضادة اكسادها فاكن لما تكلمنا عن السكر وتكلمنا عن التدخين من شوية وقلنا ان هما بيزودوا حاجة اسمها الشوارد الحرة اللي بتروح تعمل تلف في الاعصاب او الالفا لايبوك اسد ده فكرته ان هو بيروح يقفل شغل للشوارد الحرة فما يخلهاش ان هي تقذي الاعصاب طب هل الشوارد الحرة بتأثر على الاعصاب بس خلينا اقول لحضرتك ان هي بتأثر على كل حاجة في جسمك بتأثر حتى على الشغل بتاع الانسولين على الخلايا بتاع الجسم فالدواء ده من ضمن الدراسات اللي اتعملت عليه ان هو بيزود من حساسية الانسولين او بمعنى ادق بيقلل من مقاومة الانسولين كمان بيحمي القلب وبيحمي الشرايين عندك من المشاكل اللي ممكن تحصل فيها زي تصلب الشرايين او حتى المشاكل اللي في القلب عارف بقى المصدر بتاع الالفا لو بيوك اسد المشهور جدا احشاء الحيوانات خصوصا الكبد والقلب والكلاوي يعني حضرتك لو ما بتاكلش الحاجات دي فايتك كتير او بصراحة كمان ليه مصادر نباتية زي بعض الورقيات زي السبانخ والبأدونس موجود كمان في البروكلي وموجود في الكرومب ولكن خلينا اقولك ان المصادر الحيوانية تظل هي الاغنى بالالفا ليبوك اسد لو انت مش هتعرف تاخده من كل المصادر دي ممكن تستعين بان انت تاخد حبوب من اللي احنا قلنا عليها سواء الصيوزاك او الصيوتسيد او الألمكس تقدر تستخدم اي واحد فيهم بجرعة يومية من 300 ل600 ميلي جرام يوميا والحد هنا وصلنا نهاية الحلقة بتاعت النهاردة اتمنى ان حضركم تكونوا استفدتوا بيها كما اتمنى ان انتم تشاركوها مع احد تاني ممكن يستفيد بيها متنسوش تشتركوا في القناة فعلى زر الجرس اشتراك الدعمين شكرا ونشوفكم ان شاء الله الحلقات اللي جاء على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة